الاستثمار في مصر في بعض المجالات أثناء كورونا كان فيه تطوير كبير حضرت عرض عن الاستثمار في التصدير الزراعي شركات فرنسوية بتتكلم عن المنتجات الزراعية المصرية بتتكلم عن أنه في كورونا صدرنا للخليج والأوروبا أضعاف ما كنا بنصدر بتتكلم عن المنتج المصري وتغليفه المنتج الزراعي المصري وجودته لا يا جماعة هنا بقى هنعف ونبتدي نشوف ماركتنج ماركتنج معرض أونلاين منصة إلكترونية أونلاين سيد وزير الزراع براندينج ده علم عشان تحط أحلى باكتج في الدنيا للمنتجات المصرية عشان تروح تبيعها في قلب باريس إحنا في الكم شهر اللي فاتوا خدنا سمعة عالمية رائعة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية أرجوكم استغلوا هذه الفرصة أرجوكم ابنوا على هذه الفرصة على هذه السمعة عندي أمل أن السيد وزير الزراع يعمل يعني إدارة فيها بقى شباب جامعة أمريكية وشباب متخرجة بقى من الجامعات المصرية ناس أبديتت بقى كده يديهم مكافآت حتى مش لازم تعينه قولوا نبصوا أنتوا هتاخدوا المكتب اللي جنب مكتبي على طول المكتب يعني هنفض المكتب اللي جنب مكتب وزير الزراعة على طول ونجيب بقى الشباب لزي الفل دول قولوا بص أدي أجهزة الكمبيوتر هاي ودي العالم قدامك هوا براندينج تسويق صنعة في مصر صنعة بأياد مصرية في أراضي مصرية تصدير عملة صعبة تدخل بفكر حديث بولاد شباب جداد عندي أمل أن هذا الكلام ده يحصل لأنه اللي احنا عملناه في موضوع تصدير المنتجات الزراعية والتحية أيضا لوزارة الزراعة في هذا الشأن أمر يجب أن نستفيد منه أمر جيد جدا ف يعني عندي أمل أن احنا نشوف هذه التطورات خلال الأيام اللي جاية اللي تغلبه لعبه فالمنتجات المصرية في أسواق أوروبا أو في الخليج سمعتها بقت حلوة احنا عيشنا فترة ما كانش كده لكن دلوقتي لا نقصنا بس الفينيشنج بتاع الموضوع وأعتقد أنه وزارة الزراعة يعني مش هتبخل على هذا القطاع بهذه الأفقار وهتكون داعمة لكل اللي بيشتغلوا في هذا المجال بشكركم شكرا جزيلا دي حلقتنا النهاردة من كل يوم تاني الإعلام ليس الحكومة الإعلام رأيه مستقلة عن الحكومة يساعدها ويطرح بعض الشكاوى ولكن هو يعني في أساس عمله أن يكون صوت للمواطن اللي عنده مشكلة ده دورنا ودي المهمة اللي احنا بنقوم بيها بكرا إن شاء الله حلقة جديدة من كل يوم خليكم معا